وحشتينة، وعايزينك ترجعي دياني أكثر من أول انتو كمان وحشتوني جدا، وخير إن شاء الله يا رب كنت عايزة عارف رد فعلك لما هما تكلموا، يعني في شوية نقاط كده يعني هنقول قلة قليلة، كاليوم رأيي، إنه ليه يا جماعة تعملوا ولاد حريم كريم؟ في رأيي تاني قالك، إنه كان الطبيعي إنهم يعملوا كده لنه تطور لا دا هنعمل أحفاد حريم كريم لا دا أنتو بتغزوهم بقى، اه لا دا هكمل بقى، اه احنا ناكهين، ليه ما نغزوهمش؟ كان راضي فعلك إيه؟ يعني مصطفى أمر النجم اللي ما بيتكلمش وما بيردش، طي رده أنا مش هقول أسامي يا سالي، بس اللي هادر أقوله لو أنت بتتكلمي على الشخص بعينه، هو اللي ادايق الناس كلها إن الشخص ده ما تفرقش على الفيلم هو ما تفرقش على الفيلم عيب لما يبقى ناقد كبير، ليه اسمه ومفروض إن ليه ثقل يصفي حسابات شخصية يصفي حسابات، يعني هي عافى عليهم الزمن؟ أو كبروا؟ يعني ليه أنا شوف حاجة زي دي؟ لا، لما احنا كبرنا، يبقى الجيل اللي قابلنا اللي ما شاء الله بيدي اللي جيل اللي قابلنا على طول كلهم نجوم كبار وبيددوا لحد دلوقتي، فيش حاجة اسمها في التمثيل حاجة اسمها عافى عليه الزمن لأن انت عندك ناس بيعودوا يمثلوا لحد ما يبقوا يعملوا أدوار جدود، ويعملوا أدوار فإحنا طلايين نحن طلايين في أدوار أمهات لشباب من جيل اللي موجود دلوقتي فإحنا مش طلايين مثلا في أدوار لا، وانت واحدة من الوزاز أنه أنت مامي لزيزة يعني حتى بتلاقي أنه حتى في السينما الممثلات اللي اشتغلوا معايا حابينك جدا، أنا شايفة ده من الصور أنه كامستري باين، أنه لا، متقربين لي كي وبتعافي تتكلمين معايا، وبتعافي توصلي لهم فأنت دائما بتبقي موجبة أنه كل جيل أو كل يبقى حسنا لا، داليا ربحيري ماشي مع الخط أنه فاهم الدنيا فيها إيه النقطة بس اللي كانت فيها بتاعت النقاد هو طب يا يبقى فيه نقد، لأن إحنا من غير نقاد النقد ده هو مرايتي، إن أنا أبص في المراية فأشوف آه لا، فيه عيب هنا، لأ طب أصلحه حد بيقول لي، بس النقد فيه حاجة اسمها طول عمرنا بنسمع النقد البناء النقد البناء، النقد الهدام ده وبعدين أنت عندك جيل شباب طلع معانا إحنا بنقدمهم للسينما وحدوتة جميلة، معانا مخرج عظيم زي علي إدريس معانا مؤلف عظيمة زينب عزيز معانا نجوم الناس بتحبها فيه إيه؟ مالك ليه؟ مالك، أنا هسألك شو الراحة مالك يعني بجد، يعني بشرة كالرد فعلها إيه؟ أنت كالرد فعلك إيه؟ وليه حصل أن كله اتكلم ورده، أنا مردتش هروب ده قوي لأنه كان واضح وصريح أنه الشخصية ما تفرجتش على الفيلم وهو ده، لأنه اللي تكتب معنى أنه ما تفرجش على الفيلم ولا أنت عشان مهتمية قوي بالسوشيال ميديا يعني أنت عندك اثنين مليون ومية متابع فإيه؟ فأنت فهمة أنه، لا أنا عارفة إذا كان ده هيجيب ريتش ولا لا، ده هيوصل الناس لا أنا مش مهتمة بالحاجاتي خالص، أنا آخر واحدة تعرفت عامل ترند؟ لا لا، أنا عندي اثنين مليون ومية ومية، آآ أنا عاتتتفرج على الإنستغرام بير عاتتت ذكر، آآ عاتتت ذكر، آآ بيلك بس ريتش قليل قوي يعني إذا بتفرجه، لا أمكتب أشارك أنا مع عامري ما فكرت أشتري عامري ما عمدت حتى بايد قادة أن أنا أدفع لإعلان أنه البوست يبوست يبقى أكتر يبقى لايكات مشاهداته عامري عامري، عامري، أنا السوشيال ميديا عندي حاجة حاجة لطيفة، لزيزة، أدخل، أعمل، أتفاعل مع الجمهور اللي بيحبني أتفاعل مع الجمهور اللي بيحبني